استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعنوان الجمهورية الجديدة 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان وأبرز التقرير جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية دات الصلة بين عامي 2014 و2022 حيث جاءت تلك الجهود ضمن الهدف الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة وعشر التقرير إلى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر